يراهن منظم جولدن جلوب على الثنائي باربي وأوبنهايمر لإعادة البريق والبهاء لاحتفال توزيع هذه الجوائز الذي يقام الأحد بعد إصلاحات تهدف إلى تلميع صورة الحدث بعدما طالته اتهامات بالعنصرية والفساد فالفضائح قوضت في السنوات الأخيرة سمعة هذا الحدث الذي كان يشكل في العادة محطة للرابحين فيه على طريق الأوسكار وتراجع عدد مشاهدي نقل التلفزيوني له لكنه يسعى إلى رد اعتباره مع استحواذ جهة جديدة على ملكيته وتجديد الهيئة الناخبة التي تتولى التصويت لاختيار الفائزين الحفل ما زال ينظم من واحد وثمانين عاما لا يمكننا أن نتخلى عنه لا يمكننا أن نخسره لقد قاموا بالخطوات الصحيحة الخطوات اللازمة والآن انظر الحفل عاد والناس يشعرون بالسعادة لذلك إنهم سعداء كثيرا وتأمل جوائز جولدن جلوب في طي صفحة سمعتها السيئة بعدما تعرضت لمقاطعة هوليوودية شاملة وحرمت من النقل التلفزيوني في العام الفين واثنين وعشرين وغاب عدد كبير من المشاهير عن حفلتها العام الفائت وجرى حل رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود التي تولت طوال عقود تنظيم جوائز جولدن جلوب وإدارتها بعدما طالتها فضائح الفساد والعنصرية شكرا شكرا